حسناً لدينا المسألة رقم 5 إذا علمت أن المقدار M مرفوع للقوى X مضربة في M مرفوع للقوى 7 يساوي 28 وإذا علمت أيضاً أن المقدار M مرفوع للقوى 5 والكل مرفوع للقوى Y يساوي M مرفوع للقوى 15 فما هي قيمة المقدار X زائد Y حسناً الهدف من هذه المسألة هو اختبار مدى معرفتك بقوانين الأسس أولاً ما ناتج المقدار M مرفوع للقوى X مضربة في M مرفوع للقوى 7 قد تقوم بذرب العدد 7 في المتغير X ولكن هذا الحل خاطئ لذا تأكد أنه عند ضرب عددين لهما نفس الأساس كما في هذه الحالة حيث الأساس هو M نقوم بجمع الأساس إذن ناتج ضربه ما يساوي M مرفوع للقوى X زائد 7 ولكن قد تخطئ وتقوم بذرب القوى 7 في القوى X وذلك لوجود 28 هنا الذي يعتبر أحد مضاعفات العدد 7 ولهذا قد تخطئ وتقوم بذرب 7 في المتغير X ولكن مرة أخرى نقوم بجمع الأساس عند ضرب المقدار M مرفوع للقوى X في M مرفوع للقوى 7 إذن M مرفوع للقوى X ضرب M مرفوع للقوى 7 تساوي عفوا قد كتبتها بشكل خاطئ في المعادلة الأصلية أقصد أنها تساوي M مرفوع للقوى 28 إذن لدينا M مرفوع للقوى X ضرب M مرفوع للقوى 7 تساوي M مرفوع للقوى 28 وكما تعلمون لابد أن تكون الأساس متساوية ولذلك المقدار X زائد 7 يساوي 28 ثم المتغير X يساوي 21 دعونا ننتقل الآن إلى هذا الشق حيث لدينا M مرفوع للقوى 5 والكل مرفوع للقوى Y وفي هذه الحالة سنقوم بضرب الأساس M مرفوع للقوى 5 ضرب Y تساوي M مرفوع للقوى 15 والأساس 5Y لابد أن تتساوى 15 وبعد قسمة كلا الطرفين على 5 إذن المتغير Y يساوي 3 وما هو ناتج جمع المتغيرين؟ X و Y حسنا 21 زائد 3 يساوي 24 أي أن الإجابة هي الخيار D المسألة رقم 6 يبدو أننا سنحتاج إلى الرسم في هذه المسألة عفوا سأعيد الرسم بطريقة أفضل سوف أستخدم أداة رسم الخط لنفترض أن هذا الخط المستقيم يمثل المحور الرأسي Y بينما يمثل هذا الخط أيضا المحور الأفقي X ولنقل أنه يقع على هذا المحور الأفقي كل من النقاط 1985 و 1986 و 1987 و 1988 و 1989 و أخيرا 1990 ثم تلتقي نقطة العدد 1985 مع النقطة 148 ألف الواقع على المحور Y لذا لو افترضنا أن النقطة 150 ألف تقع هنا على المحور Y فستلتقي النقطة 1985 هنا ثم ستلتقي النقطة 1986 عند النقطة 160 ألف الواقعة على المحور Y ولنقل أن النقطة 1940 ألف تقع هنا ثم ستلتقي النقطة 1986 في الأعلى ها هنا وتلتقي النقطة 1987 مع النقطة 156 ألف هنا وستقع النقطة 1988 أعلى النقطة 140 ألف بقليل ها هنا وستقع النقطة 1989 بين النقطة 130 ألف والنقطة 120 ألف ثم نقوم بالرسم وآمل أن يكون الرسم موجود في الكتاب عذرا تقع النقطة 1988 هنا فوق العدد 140 ثم تلتقي النقطة 1989 ثم تلتقي النقطة 1989 مع النقطة 1926 هنا وتلتقي النقطة 1990 مع النقطة 112 ألف هنا تقريبا وأخيرا نقوم بتوصيل النقاط مع بعضها البعض ودعونا نعود إلى السؤال بناء على الرسم الموجود في الأعلى أي من الخيارات التالية يعتبر الأقرب للنحدار السنوي في عدد البيوت المباعة بين عام 1987 وعام 1990 حسنا نحن نتحدث عن الفترة ما بين عام 1987 حتى عام 1990 وسيبقى السؤال كم كان مقدار الانحدار في السنة الأولى؟ كما ترون كان الانحدار في السنة الأولى بهذا المقدار وسأنظر الآن للرسم الموجود في الكتاب لأنني لاست متأكدا من طقة الرسم هنا ففي عام 1987 كانت نقطة الانحدار في هذا العام تقريبا تقع عند النقطة 156 ألف وبالانتقال إلى عام 1988 سنجد أن نقطة الانحدار كانت تلتقي مع النقطة 142 ألف إذن هذه المسافة الموجودة باللون الأحمر هنا تساوي 156 ألف ناقص 142 ألف أي أنها تساوي سالب 14 ألف إذن هذا هو مقدار التغير في الانحدار من العام 1987 حتى العام 1988 وإذا نظرنا إلى الخيارات سنجد أن الخيار C يساوي 14 ألف ودعونا نوجد مقدار الانحدار لسنة أخرى لنتأكد من الحل سنحدد مقدار الانحدار من العام 1988 حتى العام 1989 وذكرنا مسبقا أن نقطة الانحدار في عام 1988 تلتقي مع النقطة 142 ألف ثم مالإحداث يواي الذي تلتقي عنده النقطة الانحدار في عام 1989 لقد ذكرنا أنها تلتقي عند 128 ألف وبالتالي 142 ألف ناقص 128 ألف يساوي أيضا 14 ألف وإذا أردنا تحديد مقدار التغير في العام الأخير سنجد أن نقطة الانحدار تقع عند 128 في عام 1989 ويبدو أيضا أن نقطة الانحدار في عام 1990 تقع عند النقطة 114 ألف عن المحور الرسي أقصدها هنا إذن يبلغ مقدار الانحدار في العام الأخير أيضا 14 وهذا يعني أن الإجابة هي الخيار C لننتقل إلى المسألة رقم 7 حيث يوجد رسم بياني غالبا ما يظهر في مسائل الساد لنقل أنه يوجد لدينا خط بهذا الشكل وآخر أيضا بهذا الشكل ثم خط ثالث بهذا الشكل أيضا يلتقي هنا والآن دعونا نقرأ المسألة سويا وأنا لا أعلم محتوى هذه المسألة لنقل أن هذه الزاوية هي الزاوية A وهذه B وهذه C وهذه أيضا D وهذه أخيرا الزاوية E وكما تشير المسألة هذه الزاوية E عمودية كما أن الزاوية C قائمة أيضا وهذه الزاوية X وهذه الزاوية Y في الشكل المرسوم في الأعلى يتعامد كل من الضلعين A و E والظلع C و D على الزلع C E وإذا كانت الزاوية X تساوي الزاوية Y وكان طول الزلع AB يساوي أربعة وطول الزلع BD يساوي ثمانية فما هو طول الزلع C E إذن؟ حسنا دعونا نستخدم الزلع المطلوبة إيجاد طوله بلون آخر أي أنه يجب علينا إيجاد طول هذا الزلع نعلم أن الزاوية X تساوي الزاوية Y وهذا على الفور يدفعنا للقول بما أن X تساوي Y ولدينا هنا زاوية 90 درجة نستنتج أن المقدار X زايد Y زايد 91 يساوي 180 أو يمكننا القول أن X زايد Y يساوي 90 وبما أن الزاوية X تساوي الزاوية Y فهذا يعني أن Y تساوي خمسة واربعة درجة إذن الزاوية X تساوي خمسة واربعين والزاوية Y تساوي أيضا خمسة واربعين وإذا علمنا أن الزاوية Y وبما أن الزاوية X تساوي الزاوية Y فهذا يعني أن Y تساوي خمسة واربعين درجة إذن الزاوية X تساوي خمسة واربعين والزاوية Y تساوي أيضا خمسة واربعين وإذا علمنا أن الزاوية Y تساوي خمسة واربعين فماذا هذه الزاوية ستساوي؟ بما أن هذه الزاوية مقابلة للزاوية Y بالتالي ستساوي أيضا خمسة واربعين درجة وكما نعلم أن الزاوية C قائمة أيضا وبالتالي ناتج جمع زوايا هذا المثلث وهي 45 زايد 9 زايد هذه الزاوية يجب أن يساوي 180 إذن كم تساوي الزاوية D؟ ستساوي أيضا 45 إذن يتكون هذا المثلث من الزاوية 45 90 45 عندما يكون لديك مثلث يجتمل على زاوية 90 درجة والأخرى 45 فإن الزاوية الأخيرة ستساوي 45 لأن ناتج جمع هذه الزاوية يجب أن يساوي 180 إذن ما نريد إيجاد طول هذا الزلع وسأقدم لكم الآن حيلة لحل هذا السؤال إنها ليست حيلة بحد ذاتها بقدر ما هي تصور الحل نريد إيجاد طوله هذا الزلع؟ سأرسم خط موازيا لهذا الزلع وبالتالي سيكونه بنفس طول الزلع الذي نريد إيجاد طوله وكما ترون سيصبح الرسم على شكل مستطيل إذن إذا تمكننا من معرفة طول هذا الزلع البني الفاتح فإننا سنتمكن من إيجاد طول الزلع الأخضر ودعوني أرسم الآن الزلع السفلي هنا علما بأنه لا يتوجب علينا أن نعرف طول الزلع السفلي ننعلم طول الزلع السفلي ولكننا نعلم بما أن هذا الزلع موازي لهذا الزلع باللون الأخضر وبما أن هذه الزاوية تساوي تسعين درجة والسؤال هل تعرفون طول واتر المثلث القائم هنا؟ بالتأكيد واتر المثلث القائم يساوي أربعة زايد ثمانية وهو عبارة عن هذا الخط الأحمر الطويل ودعوني أحدده بلون آخر مختلف